اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 في شان الاسكان وإحالته إلى مجلس الشورى اليوم عندنا عدد من الاقتراحات المهمة وابرزها كان اقتراح بشأن وضع استراتيجي للمحافظة للقيم والتقاليد في مواجهة الغزو والفكر الذي تعارض مع الشريعة الإسلامية والفطرة الإنسانية وقدم من عدد من زملاء النواب وانا أحدهم بصراحة لاحظنا في الفترة الأخيرة أن هناك عدد من الفعاليات هناك عدد من وسائل الإعلام تحاول أن تنشر بعض الأفكار المسمومة أنصح التعبير التي لا تتفق لا مع ديننا ولا مع مجتمعنا وهي أفكار شاذة ونحن في هذا اليوم نحاول أن نرسل رسالة للحكومة بأن يجب أن تكون هناك خطة لمواجهة هذه الحملات وباختصار سيتم نقشته اليوم في الجلسة وإن شاء الله يحال للحكومة لترجم على مستوى العديد من الوزارات أهمها وزارات التربية والتعليم وزارات الإعلام وكل الجهات الحكومية المعنية كثير من الأمور التي تم نقاشها خاصة في الردود للحكومة بخصوص 25 مقترح تم تقديم من السلطة التشريعية تصب كلها في مصلحة الوطن والمواطن وكانت جل الردود لجاة نموزات الداخلية مشكور الله يزيم الخير على اهتمامهم الكثير في الحفظ الأمان في الدولة إضافة إلى الردود لجاة من وزارة الإسكان دائما السلطة التشريعية تمارس أدام من أدوات التشريع من خلال تقديم المقترحات الإيجابية ورفعها إلى الحكومة المقارنة ودائما المقترحات تقدم من قبل السلطة التشريعية خاصة المقترحات بصفة الاستعجال تكون أساساً هي حاجة ملحة وملحة من خلال المواطن لإيصالها إلى السلطة التنفيذية ترجمة نانسي قنقر